السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع سامة بعد العودة الى مصر يعني بشكر كل المصريين اللي قابلوني في الخارج واللي قابلوني في معرض مسقط الدولي للكتاب وطبعا بشكر صديق العزيز يعني اللي استنفني هاني غريب زمالكاوي شديد جدا بس هو الاقرب بالنسبة لي في مشوار او تجربتي مع الغربة النادي الاهلي ومباراة ساندونز ومباراة لا تقبل القسم على اتنين ومباراة هي مصرية او كما سماها مارسيل كولر هي المباراة الفاصلة في البطولة الافريقية لان نتيجتها يترتب عليها صعود نادي الاهلي من عدمه لان نتيجتها بوتحقيق نتيجة ايجابية هتمنح طابع رسمي جدا لمباراة ساندونز والهلال السوداني الاهلي بيستعد بشكل مكسف بارح الطيارة وصلت وتم التدريب الاول النهاردة والحمد لله يعني انباء عن حالة من الشفاء لمعظم اللاعبين عمر السلية شارك في تدريبات الجامعية حسين الشحات شارك في تدريبات الجامعية احمد عبدالقادر يعني اللاعبين المصابين رجعوا من الاصابة ان شاء الله تكون الامور على خيره ما يرام قصة الدفع باللعيبة من عدمه دي هتبقى امور متعلقة بمرسيل كولر المدير الفني والرؤية الفنية ومرسيل كولر ما بيستعجلش كتير على اللعيبة اللي رجع من الاصابات بيستنى فترة ما ولكن اكيد اكيد احمد عبدالقادر ممكن يكون له دور مهم جدا في المباراة القادمة لان احمد عبدالقادر نفسه قال تصريحات مهمة جدا وتحدث عن انه جاهز تماما للمباراة وان الفريق او اللاعبين اتكلموا مع بعض على مباراة ساندونز بشكل كبير وشايفين انها مباراة فاصلة ومهمة ولابد من تحقيق نتيجة ايجابية فيها وخاصة بعد فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني ولكن ببنسبة الكلام عن الهلال السوداني ادارة نادي الهلال السوداني انا اسف جدا يعني بتاخد اجراءات سبيانية وتصريحات سبيانية وعلى طريقة شباب قصف الجبهات وادارة يعني عملت شرخ كبير جدا جدا في العلاقة التاريخية ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني وتحديدا في ردهم على شكوى النادي الاهلي الكاف واتهمهم للنادي الاهلي ان كل ما النادي الاهلي بيخسر مباراة في السودان بيطلع يعمل مثل هذه الامور أولا النادي الآلي كان آخر مبارك صراف السودان من 2007 ولم يحدث أي شيء النادي الآلي أمام الهلال السوداني صعد وسط نزول لأرض الملعب وأسليب غير رياضي على الإطلاق وتعادل واحد واحد وطلع النادي الآلي من المباراة قدم بيان من وجه نظري إدارة الهلال السوداني لم تكن تستحق على الإطلاق هي فكرة الحفاظ على الخوة ما بين الرياضيين سواء في مصر أو في السودان ولكن فريق الهلال السوداني بإدارته الحالية واضح جدا أنها إدارة قصف جبهات إدارة شماعات إدارة لا تبالع على الإطلاق لأي علاقة تاريخية مع الأندية المصرية وتحديدا النادي الآلي وبالتالي الرد عليها لابد يكون رد بالقوانين وأي تعامل مع الهلال السوداني بعد ذلك في أي مباراة وأي صدور أي شيء خارق لللواح والقوانين يتم شكوتهم فورا دون مراعاة أي شيء على الإطلاق طالما هم بيبدروا دايما بأنهم يعني يعملوا مشاكل مع النادي الآلي تحديدا وبعندنا اتكلمنا عن نادي الآلي ومشاكل مع الهلال السوداني نادي الآلي داخل بقى على مشاكل من وجهة نظري قوية جدا مع الاتحاد المصري لقرة القدم لأن الحقيقة ما صدر من تسريبات عن عقوبة كهرباء ثمان مباريات أثار حفيظة الجماهير النادي الآلي بشكل واضح جدا وكان إنبارة السوشيال ميديا مقلوبة على القصة دي وأن قصة كهرباء لن تمر مرور الكرام على الإطلاق الأمر حاليا مش بس جماهير النادي الآلي لا ده إدارة النادي الآلي ومجل في إدارة النادي الآلي وأعتقد كل العاملين بالشؤون القانونية للنادي الآلي متأهبين جدا 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 لأي قرار يصدر ضد محمود عبد المنعيم كهرباء خلونا نتكلم بوضوح إن النادي الآلي مش هيعدي موضوع قضية كهرباء على الإطلاق في حالة تم إيقافه لأن النادي الآلي شاف إن كهرباء تعرض لإساءات وإهانات واضحة من مسؤولين في الرياضة ولم يجرؤ أحد على معاقبة هؤلاء وبالتالي لن نقبل على الإطلاق كنادي الآلي عقوبة محمود عبد المنعيم كهرباء ده الكلام اللي بيدور داخليا لكن خليني أكلمك بشكل واضح عن هو ليه كهرباء بيتعاقب هل عشان كهرباء أخطأ؟ ورد بس هل السبب إن هو أخطأ فقط لغير؟ لا على الإطلاق هقول لك ليه؟ لأن كهرباء منذ قدومه للنادي الآلي وواضح إن هناك قرار تعالوا نعلم كهرباء الأدب قرار تعالوا نخلي كهرباء عبرة لمن يعتبر من لعبي نادي الزمالك إيه ده؟ من لعبي نادي الزمالك؟ هقول لك آه من لعبي نادي الزمالك أي حد من لعبي نادي الزمالك يجرؤ على كسر القواعد اللي محطوطة حاليا لنادي الزمالك للحفاظ على قوامه الرئيسي وانه يذهب للنادي الاهلي هيكون لازم يكون عبره لمن يعتبر خلوني اقول لكم كلام بمنتهى الهدوء الشديد جدا 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 كهربا طرق نادي الزمالك تبعا لأمور التعاقد وعقده الذي لم يوصق وراح احترف في نادي برتغالي ايه اللي حصل من قبل اتحاد القرى اتحاد القرى وصق عقد كهربا بتاريخ مزيف بعد مرور شهر على المدة القرونية لتوصيق التعاقد يعني هو عمله بعد سنة وشهر ده رقم واحد طب مين يثبت التزوير ده ده لجان وقضاء ونيابة لان الاتحاد الدولي دايما بيتبع حسن النواية في الاتحادات الاهلية وبالتالي الخط موصل فبالنسبة لهم هو موصق في المدة القانونية للتوصيق ده رقم واحد طب رقم اتنين افكرك برقم اتنين نادي الزمالك طاقة اتعاقد مع العابين في فترة انتقلاتش طوية في الوقت اللي اتعاقد فيه النادي الاهلي مع محمود عبد المنام كهربا في وجود عمر الجناني رئيس الاتحاد المصر اللي قد في القدم النادي الاهلي رح يسجل كهربا تلو ناس فيه والله عليكم تمانية مليون جنيه لازم يتم دفعهم طب يا جماعة القصة النهاردة السبت مش عارف ايه وعايتين اللعب يشارك في المباراة ونقيد اللعب له والله يلازم التمانية مليون جنيه يطلع العميد محمد مرجان كان مدير التنفيذي لنادي الاهلي وقتها وياخد للاتحاد المصري تمانية مليون جنيه كاش ويتم القيد اللي هيبقى هرباء على المقابل نادي الزمالك قيد اللعبي وهو عليه مديونية تتخطى مديونية النادي الاهلي لدرجة ان كابتن ايمان يونيس جاب عبدها بالسنة تقريبا قال مديونيتنا عند الاتحاد تلاتين مليون جنيه والاستاذ عمر الجنيني بيقول لي لازم تدفع عشان اقيد قلت له معناش ولا جنيه ولازم نايد قيمة اللعبين اذا من البداية في موقف واضح جدا جدا مع كهرباء وتعاقده مع النادي الاهلي هل انتهى الامر عند هذا الحد لا اول مباراة سوبر لها فيها كهرباء كهرباء نزل بيناغش طرق حامد حصل ازمة حصل مشكلة كبيرة جدا ما بين عبدالله الجمعة وكهرباء ودخل شيكبالة ودخل امام عشور ضرب الكابتن وليد سليمان في اشارة يعني واضحة جدا ان كان لازم يتعرض لأقصى عقوبة وحصلت الخلافات اللي حصل دي فالتحاد القرى يكون حريص على انه يجيب اسدهات وكل الكاميرات عشان يتم معاقبة كهرباء بتمن مباريات مع شكبالة هتقول لي ما الناس للجانب الآخر تعاقبت اقول لك كهرباء وصفوه بان هو من اشعل هذه الشرارة وما وصفوش عبدالله جمعة ان هو اللي اشعل هذه الشرارة لما سجل رفل الجزاء وبدل ما احتفل مع جمهيره راح عند جماهير النادي الاهلي والمفترض هو هنا اصارد جماهير لكن كهرباء خدوه كبش فدأ في هذه القصة لان الامر مرتبط بكهرباء حتى ايقاف كهرباء ست شهور وعودته للمباريات مرة اخرى جاء بعد تأكيد من مرة واثنين وثلاثة من الاتحاد الدولي الاتحاد المصري لكرة القدم حصلت الازمة الشهيرة في مباراة الاهلي والزمالك في فيديو مصرب من الكاميرات فيديو مصرب طيب ايه هي عقوبة كهرباء تبعا لللوايح والقوانين هنا خليني انا واحد من ناس قلت كهرباء اخطأ ان هو ردد الكلام ده مع الجماهير ولكن قلت لو الجماهير قالت اي ترديد اي اغنية من غير نادي الاهلي في التوقيت ده اللي كهرباء تعرض فيه لكيمية تنمر على قناة نادي الزمالك من رئيس نادي الزمالك ومن علام نادي الزمالك غير جمهير نادي الزمالك فعنده بعض الاعذار والتماس اعذار كتير جدا واي اغنية كان هيغنية جميل كان هيرددها معهم فجت في حظه الاغنية دي وبالتالي تم تسريب فيديو لي من احد الصحفيين والمصورين راح للجنة المسابقات لجنة المسابقات برئاسة الاستاذ عامر حسين مشكورة طبقة اللوايح والقوانين راح فين راح جامنين جامن رابطة الاندية جامن لي من رابط الاندية بعد نادي الزمالك ما توصل مع رابطة الاندية واوصل طلبت الاندية ان يتم عقوبة كهرباء من لجنة المسابقات كلام اللي بقول لكم ده كلام واضح وصريح طلعا تحجي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قال ما عنديش شريط الفيديو الاساسي في اي ساقة صدرت من محمود عبدالله نعم كهرباء ما عنديش اي كلام عن مراكب المبرى في اي ساقة صدرت من محمود عبدالله نعم كهرباء ما عنديش اي حاجة تقدر قديم بها محمود عبدالله نعم كهرباء طب الحل ايه حالته للجنة الانضباط اي لجنة الانضباط لجنة الانضباط اللي تم التعرض ليها من كبر رئيس نادي الزمالك بالسب والقصف فما كان من لجنة الانضباط الا انها قدمت استقالتها وهذا هناخد اجراء قانوني ولم تأخذ اي اجراء قانوني مع رئيس نادي الزمالك اللي تتطول على مستشارين وقضاء وهو المفترض بيقول ان هو رجل قانون ايه اللي حصل بعد كده حصل كارتها في تسريب مصور من رئيس نادي الزمالك لاحد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بيقول ان الكهرباء كان هيتعاقب وجلنا واستمعنا اقواله كنا نصدر بحق اقوبة دي بس كده لوحدها تشعل النار داخل الاتحاد المصري لقرد القدم لان النادي اللي ايه لوقتها لو اشتكى بالتصريح ده للفيفا يجيب قرارات او عقوبات على الاتحاد المصري لقرد القدم زي ما نتكلم في موضوع محمد الطويلة والنادي الاسماعيلي ونادي النجوم فدي مسلسل اخر وحلقة اخرى للتربص بكهرباء وتثبت التربص بكهرباء وتثبت ان كهرباء يحاول البعض البعض والقصة مش فكرة عضاء تحتكرة فقط لغير البعض يحاول يقدب كهرباء ويجعله عبره لمن يعتبر لانه تجاوز وقصر كل القواعد انه هو ساب نادي الزمالك في التوقيت اللي كان فيه موجود مرتضى منصور رئيس لنادي الزمالك الحبيثة الان بتومة السب والقصر للكابتن محمود الخطيب طب نروح لنقطة تانية تأكد لك القصة دي وقصة العبرة لمن يعتبر لعبة كرة طائرة السابقة بنادي الزمالك عندما انتقلت للنادي الاهلي اتحطت اقصادها لعبة بنت نائب رئيس الاتحاد الكابتن هناك حمزة يعني الفلوس غيرت كل الموضوع وغيرت كل اتجاهاتها وتوجهاتها وده قصة تعنيها وهي الان مسؤولة في الاتحاد ولكنها كانت دائمة تصار في نادي الزمالك مع رئيس نادي الزمالك ولفيف من المقربين من رئيس نادي الزمالك اللي حصل ايه اللي حصل ان اللعبة قالت انها معها تسريب تليفوني مكالمة تليفونية مع ياسر امر رئيس الاتحاد المصري للكرة طائرة وتقال تحديدا مشكلتك باللواحة والقوانين اللي يمكن حلها بشرط واحد فقط لغير قال لا تذهبي لنادي الزمالك الله لنادي الاهلي الله ده الموضوع فعلا بقى مش كرة قدم فقط لغير ده الموضوع فعلا فيه قصة كبيرة جدا ولازم يكون فيه حد عبره لمن يعتبر اللي بيخرجه من نادي الزمالك يروحه للنادي الاهلي بدقوها بان العيب الزمالك لما بتروح النادي الاهلي ما بتحققاش نجحات فجمق من ذكرية ربنا يشفيه اكتر انه قادر على النجاح فبدأوا قصة كهربا هيبتدي يتوقف ومش هيلعب قرة ومدلو رجع من الاقاف مش هيبقى جاهز يرجع كهربا ويسجل ويصنع في اي مباراة بيلعب فيها فبالتالي نبدأ نعمل ايه لازم يكون عبره لمن يعتبر لازم نوقفه كهربا غلط انا مش غير ارائي لكن انت عندك اي عقوبة تدين كهربا خلينا اقولك بيهدوء شديد جدا انت بتضغط بالتمن مباريات عشان نطلع احنا نبلع الطعم ونتكلم عن قصة ليه ده اللايحة بتقول لو انت تم اصارة الجماهير ياخد اربع مرات فقط لغير لا انا مش هتناقش في ده اصلا لان ما عندكش اي مادة المفترض انها توقف كهربا او تعافي بقى ليه بقى لان كهربا لم يصير الجماهير لم يصير الجماهير نادي الزمالك لم يصير جماهير النادي الايلي لم يزبط في البس المباشر وشريط البس المباشر اي ساقة من اي نوع واي اصارة من اي نوع للجماهير بالا على العكس شيكبالا لما راح لجماهير النادي الايلي ده يعتبر اصارة لجماهير النادي الايلي لان المفترض بيروحي حي جماهير نادي الزمالك قبل المباراة فده رقم واحد انت ما عندكش اصلا اي حاجة تثبت اصارة الجماهير طب القصة بتاعت الايحاقات والايماءات انت وارد تكون صح وارد ناخد الايحاقات والايماءات بشكل سلبي لكنك واربا لما جاه وانت سألته عن الايحاقات والايماءات بلغة القانون قال لك ايه لا انا ما اصدش ده فبالتالي انت ما درش تحاسب لعب على النية وبالتالي ما عندكش لايحة او مادة تكلم اي لعب ان انت تتعاقبه على النية طيب هتعاقب على النية ازاي وانت اصلا المفترض كلاجنة الاندباط اساسا غير منتخبة وتم تعيينها من قبل الوزير ودعا لها علامات استفهام من الناحية القانونية والشرعية وبالتالي اساسا انت وجودك كلاجنة الاندباط غير شرعي ولكن اذا هتصدر حتى قرات باعتبار او بالتجاوز عن انك غير شرعي لازم يكون هناك ايه هناك السبب اللي خلاك تاخد العقوبة الاو هو سلوك اللعب هتقول سلوك اللعب ايه هتقول احاقات تلمحات هقولك الاحاقات والتلمحات مش موجودة في قانون مش موجودة في لايحة لاجنة مسابقات ولا اللايحة الرئيسية اذا ما عندكش حاجة تعاقب عليها النقطة التانية هتقول ايه اصارة جماهير مفيش اي اصارة اي جماهير والمجراء عدت بشكل عادي جدا ومحصلش اي مشكلة جماهيرية بين الجمهورين لا اهلي ولا زمالك اذا انت ما عندكش السبب اللي اساسه هتطلع به لعقوبة كهرباء طب بس كده بتذكر السبب لا ده انت تيجي تقول بقى المواد اللي انت استندت عليها في عقوبة كهرباء مادة واحد مادة اثنين مادة ثلاث مادة واحد واربعين مادة خمسة واربعين اي مادة مش هتلاقي مواد تستند عليها في قضية كهرباء اذا النادي الاهلي واضح جدا وجماهيري النادي الاهلي واضحة جدا انها على مشارف استضام قوي مع الاتحاد المصري اللي كرت القدم ربما ربما يكون هناك شكوى الى الفيفا زي الشكوى اللي هيهدد بها للاستاذ محمد طويلة رئيس نادي النجوم لما خد عقوبة ضد النادي الاسماعيلي والاتحاد ارجع العقوبة دي بالاستئناف وفي مواد ولوايح وقوانين بتقول ان المفترض لم يتم ايقاف العقوبة دي وان اصلا عقوبة الاسماعيلي المصري كانت تطلع ايقاف فتلات قيد وبدأ محمد الطويلة يتواصل مع المحامي الخاص به من اجل شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم اذا عقوبة كهرباء غير مقبولة على اطلاق عقوبة كهرباء مش موجود لايحة نص عليها عقوبة كهرباء مش موجود ما يثبت ايدانته لان القصة مش بالنواية حتى لو انت مستشعر ان في بعض خدش الحياة ده مش موجود لانه ما ظهرش خدش الحياة ده في الشريط المتلفز وخرج من خلال كاميرات وتصوير صحفيين هتقول لي مش كبالة تعاقب قبل كده بكاميرات تصوير صحفيين وامام عشور تعاقب قبل كده بكاميرات وتصوير صحفيين هقول لك وقتها كانت الاساءة واضحة لا تحمل معانيين ولا يمكن التأويل بها خلاص كانت واضحة سب هنا واضح والسب هنا واضح عند كهرباء تحمل اكثر من معاني نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع وعايزين يتعلم من مباراة النصر والاتحاد اللي لسه خلصانة من فترة دي ان رودي جارسيا لما لعب على التأمين الدفاعي فقط لغير عشان يبقى الوضع كما هو عليه قدر الاتحاد اللي كان عنده رغبة في الفوز ان هو يسجل هدف في الديئة 82 عن طريق رومارينيو المحترف الحقيقة يعني محترفين الاتحاد افضل من وجهة نظري من محترفين النصر باستثناء كريستيانو رونالدو اللي من وجهة نظري بشوف ان هو بيكون عبق على منظومة اي فريق خاصة منظومة الفرق اللي تعتمد على النجم الاوحد فالنصر خسر المباراة وخسر الاستدارة بسبب تحفظه وبسبب عدم اغز الرزق ان هو يسجل في الاتحاد والاتحاد كسب مباراة لانه كان عنده الاكثر رغبة في الفوز مباراة واحنا بنقمن امام سانداونز لازم يكون عندنا وحطين في هدافنا ازاي نلعب على التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجمية وازاي نقدر نسجل في فريق سانداونز والدربات السابتة على فريق سانداونز دربات بتكون خطيرة جدا لانهم ما بيعرفوش يتعاملوا مع الدربات السابتة واهدفنا هناك تشهد على ذلك بندر نسجل من الدربات السابتة وان شاء الله باذن الله نقدر نطلع بنتيجة ايجابية من المباراة المصرية مباراة الاهلي وسانداونز سلام